اهلا بكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النار دعا نجاوب على سؤال كم يحرق تمرين البلانك من سعرات حرارية؟ ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب اهلا بكم والسؤال هو كم يحرق تمرين البلانك من سعرات حرارية؟ فهو تمرين صعب ولا استطيع السمود فيه لأكثر من دقيقتين وقد سمعت انه يحرق الكثير من السعرات الحرارية والدهون في الجسم وانا مهتم بالتمرين ومجدار السعرات التي تحرقها والاجابة هي يعمل تمرين البلانك على حرق من 2 الى 5 سعرات حرارية تقريبا في الدقيقة الواحدة بالنسبة لمعظم الاشخاص ويحدد ذلك بالاعتماد على وزن الجسم ومعدل الايد فيه ونسبة العضلات الى الدهون واحيطك علما بان مجدار دقيقتين لعمل التمرين مناسب للغاية ويمكنك رفع الاداء وزيادة اللياقة عن طريق اولا تطبيق تمرين بلانك من 10 الى 20 ثانية وتكراره عدة مرات ثانيا اضافة بعض الحركات اثناء اداءه كتحريك الرجبتين والزراع ثالثا الانتظام على ممارسة تمرين بلانك لمدة لا تقل عن شهر اما عن فوايا تمرين بلانك فبالاضافة الى دوراه في حرق السعرات الحرارية يفيد تمرين بلانك في الاتي اولا شد عضلات البطن ثانيا زيادة الحرق في الجسم ثالثا تحسين وضعية الجسم وبالنسبة للسؤال هل يوجد تمرين اخرى تساعد على حرق السعرات الحرارية فيوجد بعض التمرين التي تساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية مثل الجاري والماشي والسباحة والتمرين الرياضية المائية ورقوب الدراجات والقفز بالحبل والملاكمة وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات ترجمة نانسي قنقر